اشتركوا في القناة في عسر الهضم تعالج المائدة والغازات والانتفاهات التي نتعرض إليها بعد الإفطار بالخصوص بدون تطويل في الفيديو سوف نحتاج إلى كوب سوف أضيف إليه نصف ملعقة من الشمر وأيضا يمكن تعويضه بالينسون فالبذور الاثنين لديهم نتائج رائعة بالنسبة للغازات والانتفاخات سوف أضع نصف ملعقة فقط سوف أقوم بإضافة نصف ملعقة أخرى من الكراوية هذه الحبوب التي تحدثت عنها سابقا رائعة جدا 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 وأيضا تقوم بحرق الدهون لمن يريد التخصيص وتعالج الانتفاخات أيضا للردع يمكن استعمال هذه البذور أيضا للردع لكن بكمية قليلة فقط يعني بعض حبات هناك العديد من الفيديوهات طبعا الروابط السهل في صندوق الوصف هنا قمت بتقريب الفيديو لكي يظهر لكم الكوب سوف أضيف أيضا القرفة هي القرفة تبقى اختيارية أنا أريد التحلية يعني تحلية المشروب بها لأنني لا أستعمل السكر وأيضا هي لديها العديد من الفوائد كما قلت للتخصيص وأيضا تعالج الغازات والانتفاخات انتفاخات البطن سوف أضيف كأخر شيء هو النعناع مهدئ جدا للأعصاب عفوا على الضجيج قلت لكم أن أوراق النعناع هي مفيدة تقوم بتهديئة الأعصاب وترخية الأعصاب أيضا وهذا ما نحتاجه في هذا الشهر الكريم خصوصا نحن النساء فبعد يوم طويل من الأعمال تشقق في المنزل وأيضا للرجال يشغلون خارج المنزل ويحتاجون إلى مشروب مثل هذا يقوم بعلاج عشرها الغازات والانتفاخات وأيضا تهديئة الأعصاب لكي تقوم بقيام الليل وقراءة القرآن وأنت مرتاح جدا بدون تخمة بدون أي شيء سوف أضيف بعض أوراق هنا أضفت ورقتين من النعناع وآخر شيء طبعا هو الماء المغلي ملاحظة فقط يمكن تعويض القرفة بالأعواد هذه القرفة الهندية في عواد القرفة فهي جميلة جدا أيضا لكن أنا أفضلها مبحونة كما قلت هي أيضا تساعد على التخصيص والتخلص من الكوليسترول والدهول التي تناولتها والسكريات التي تناولتها أثناء الفطور فسوف تقوم بتخليصك منها هذا الكوب لديه العديد من الانتيازات الأخرى على الجسم المهم لا تنسوا الاشتراك في القناة طبعا لكي تتوصل بكل جديد فأنا أضع يوميا فيديو خاصة في هذا الشهر المبارك الكريم على الساعة العشرة مساء بتوقيت السعودية والثامنة مساء أو السابعة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا هذا هو الكوب يكون جاهز للشرب أقوم بتغطيته وأتركه ينقع لعشر دقائق ثم أقوم بشربه بالصحة والعافية وشفاء من عشر الهضم والمعدة والعديد من المشاكل التي تصيب الجهاز الهضمي كما قلت إذا تناولت الحلوى فلا تخف منها أو الدهون فلا تخف منها هذا الكوب بإذن الله سوف يقوم بتخليصك من جميع السموم الزائدة في الجسم إذن كان هذا فيديو اليوم إلى اللقاء مع فيديو جديد ومفيد مع نور شانيل إلى اللقاء ولا تنسوا أن تشاركوني آراءكم أسفل في التعليقات وتجاربكم وأيضا أي وصفة تريدونها أتركها لأسفل في التعليقات وسوف أقوم بالتطرق إليها وتحدث عنها في فيديو آخر وفيديوهات قادمة بإذن الله موسيقى